اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يستحق كل هذا العناد والمراوغة ويسأل موسى ربه ثم يحدثهم عن لون البقرة المطلوبة فيقول لهم انها بقرة صفراء لونها فاقع تسر من نظر اليها وهكذا حددت البقرة بانها صفراء ورغم وضوح الامر فقد عادوا الى المراوغة فشدد الله عليهم كما شددوا على نبيه واذوه عادوا يسألون موسى ان يدعو الله ليبين لهم ما هي فان البقرة قد تشابه عليهم افسأل موسى ربه واخبر قومه عن البقرة بانها ليست معدة لحرث ولا لسقي سليمة من العيوب صفراء لا علامة فيها بمعنى انها خالصة الصفراء واخيرا بدأوا بحثهم عن بقرة بهذه الصفات الخاصة الى ان وجدوها عند يتيم فاشتروها منه وذبحوها وامسك موسى بجزء من البقرة بعد ذبحها وقيل لسانها وضرب به القتيل فنهض من موته فسأله موسى عن قاتله فحدثهم عنه وقيل اشار الى القاتل فقط من غير ان يتحدث ثم عاد الى الموت وشاهد بن اسرائيل معجزة احياء الموتى امام اعينهم واستمعوا باذانهم الى اسم القاتل فانكشف غموض القضية التي حيرتهم زمنا طال بسبب مراوغتهم وتعنتهم طالب بسبب موتى ترجمة نانسي قنقر